أعلم بحضراتكم من جديد طيب تدريب الأهلي والاستعداد للمباراة الودية وغدا أولى اللقاءات أمام بترجيت المباراة بإذن الله هتكون الساعة أربعة على ملعب الأهلي والسلام تفاصيل أكتر بخصوص هذه المباراة الودية وكمان التدريب حاليا لشغال في ملعب مختار التتش بجزيرة أذهب مباشرة إلى مقر النادي الأهلي بجزيرة مع الزميل العزيزة كريم أحمد موفد قناة الأهلي عشان نعرف منه كل الأخبار وكل الجديد وكمان نطمئن من خلاله على برونو سافيو وكل الأخبار اللي احنا بالتأكيد محتاجين نعرفها منه مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك زميل العزيز محمد سعيد تحياتي لك في البداية وكل التحية أيضا كمان لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي طيب كذا ملف محتاجين نتكلم فيه أول حاجة هتكلم معاك على برونو سافيو كلمتنا في بداية الحلقة وقلت للناس كل اللي بيتكتب على السوشيال ميديا غير صحيح لكن انت موجود بقى في قلب الحدث وقدامك التدريب في ملعب التتش أخبار برونو سافيو وإيه أخبار التدريب بالتأكيد محمد طبعا يعني هالنقطة دي مهمة جدا في البداية لأن الكل اللي اكتهده كل كتب من رجل عنده خلفية وناس اشتكت من ملعب مختار التتش وجودة الملعب أمور عديدة الحقيقة كلها لغت كبير جدا لكن التصريحات الخاصة طبعا بناخدها من الجهاز الطبي الدكتور أحمد أبعاب رئيس الجهاز الطبي كالعادة برونو سافيو يمكن عمل فترة إعداد كاملة بالنسبة طبعا قبل ما يكون متواجد مع النادي الأهلي لعب عدد كبير جدا من المباريات تصل إلى سبعة وتامم مباريات قبل ما يكون متواجد فيمكن هو خد فترة إعداد كبيرة جدا الراجل خلاص الحمل البدني عنده ترفع خلاص وصل للتوب فورب بالنسبة للإعداد البدني فمش ممكن أن انت تقدر تيجي تاني تبدأ من أول و جديد معا فترة إعداد بدني فده كان أمر مهم جدا أن انت تدي له مزيد من الراحة عشان ما بقاش في شكوى إن الراجل جاهز بشكل كبير جدا حتى الجانب الفني الراجل لعب سبع مباريات فده أمر مهم جدا حبينا محمد الحياة كنا نوضح الراجل يمكن واخد يوم أو يومين إضافيين شوية مع بعض التدريبات الخفيفة لكن مش معنا أنه هو مش متواجد أو مظهرش في ملعب مختار التيتش الناس على طول تتكلم وتقول إن الراجل عنده إصابة خلفية أو ممكن يكون متواجد الفترة اللي جاية لا هيا الراجل خلاص عرفنا أن حمل التدريب بالنسبة له بينزل شوية لأن الراجل عنده من القدرة البدنية إنه هو يقدر خلاص يخلش في تدريبات الكرة بعيدا عن التدريبات البدنية الحقيقة اليوم الصباحي واليوم المساء أمر ممكن موجهد شوية على عائبة النادي الآلي لكن الحقيقة الكل بيجتهد الكل بيتدرب النهاردة يمكن مع البرنامج التدريب المعتاد عن فريق النادي الآلي برنامج الفول دي النهاردة كان ما فيش تدريب صباحي الناس تقول التدريب يدلغى التدريب النهاردة ما كانش فيه طبقا للبرنامج لان انت عرف محمد بكرة فيه مباراة مباراة من 90 دي الكل هيشارك فيها فلازم تنزل بالحمل التدريب شوية لفريق النادي الالية ومن بعدها يبدأ الحمل يرتفع مع المباراة وتوالي المباريات الامور مطمئنة بالنسبة لبرونو سابيو بنسبة كبيرة جدا ما هو فقط محمد ان هو يكون بس بياخد فترة راحة بسيطة جدا خلال 48 ساعة القادمة مع تدريبات ويكون متواجد مع فريق النادي الالية لكن لا في خلفية ولا الكلام ده حتى اللاعبة الدولية لما ترجع كمان هتاخد يوم واثنين زيادة خاصة ان فيه مباراة ودية ففي توقيت المباراة الودية والتمرين اللي قبل المباراة الودية بيبقى في راحة مع ناصر لعبة عدد مباريات خلال الفترة الاخيرة بالتأكيد يا محمد طبعا يعني انت عارف الحمل التدريبي بيرتفع بشكل كبير سواء لعبتنا اللي في المنتخب او هنا فيها النادي الالي فهو جدول والملف الطبي ده كان امر مهم جدا ان انت تقدر توزع المجهود كل اللعيبة تعملها ملف طبي تقدر ان انت تدي ده جرعة تدريبية زيادة تقدر ان انت تريح لعيب لان انت عندك قياسات وعندك ارقام شغال عليها مش شغال فقط لغير من اللعيب ده بيشتك او بيولن رجلي وجعاني انت عندك يعني امور عديدة جدا تقدر تبني عليها وده كان امر مهم جدا فيه كمان عدد من اللعيبة ممكن ما تلاقيهش يعني ممكن بعد بكرة ما تلاقيهش حد من اللعيبة هياخد يوم راحة شوية لان ده برنامج التدريبي الموضوع ليه بالنسبة ليه الملف شادي حسين ايضا كمان يمكن جاب عن تدريب المسائي امس عشان الفحص الطبي والملف الطبي بعد الملف وبعد طبعا استفاءة كل الاوراق والامور والقياسات هنبدأ نشوف برنامج خاص لشادي مع اللعيبة طبعا لكن الامور دي يمكن مطمئنا بشكل كبير جدا محمد الملف الطبي ده امر مهم جدا للعيبة نادي الالي لان انت عندك موسم شاق وطويل عدد كبير من برات والسفر الامور دي يمكن كنا محتاجينها الفترة اللي فاتت الامور دي طيبة جدا اتساعد فريق النادي الالي بشكل كبير مع الاستعدادات الفنية والتيكتيكية والبدنية الحقيقة مع مارسل كولر المدير الفني الفريق النادي الالي اندريس اندويا الحقيقة مخطط الأحمال بنتابع محمد الحقيقة في التدريبات كده ان انت في جون صغير تحرز هدف مع المجهود الكبير ده دي اشارة وده مرضود كبير جدا راجل عايز مع المجهود الكبير الفنش عندك في مشاكل كبيرة جدا في بعض المباريات في ديئة 80 و85 ممكن بيجي لك فرص بالضياع الفنش الفنش امر مهم جدا مع الحمل البدني ومع المجهود البدني الحقيقة المرتفع امور الحياة بنشوفها في التدريبات مديانة الحقيقة طمأنينة كبيرة جدا المباراة والدية غدا زي ما انت اكدت محمد هتكون على استاد الاهلي والسلام في الرابع عصرا المباراة يستفيد بها بشكل كبير جدا النادي الاهلي الكل هيشارك بكرة فرصة كبيرة للجهاز الفني ان هو يتابع كل اللعيبة يتابع بعض طبعا الامور البسيطة التكتكية اللي بتطبق في هذا البرنامج وفي هذا التوقيت يارب ان شاء الله يكون جرعة تدريبية قوية لفريق النادي الاهلي بالنسبة للمباراة الودية غدا يستفيد بها النادي الاهلي وايضا كمان يكون تقييم كبير جدا للجهاز الفني لكل اللعيبة لتشارك في مباراة الغد اكيد كريم سؤال اخير عقب التدريب الفريح هيرجع لفندق الاقامة وبقرة بقى مباشرة ما فيش تدريب في التتش هيتوجهه مباشرة لملعب الاهلي والسلام بالتأكيد يا محمد يعني خلاص انت عارف فندق الاقامة قريب جدا هنا من استاد مختار التتش خلاص انت المعسكر الممتد حتى يوم الاثنين زي ما قلنا يوم الجمعة بس لا يكون راحة لفريق النادي الاهلي ويستمر حتى وده الحقيقة الامر المهم جدا ان انت بتفكر فقط لغير في التدريبات وان انت تبزل كل الجهة في التدريبات عشان يكون مرضودها كبير جدا ان شاء الله في انطلاقتنا في البطولة الافريقية لكل جمهور النادي الاهلي منتظرة ان شاء الله مباراة يكون صعبة جدا امام الاتحاد المنستيلي في تونس لكن بالتحضير الجيد وبالروح والاصرار الكبير وبعودة اكتر من لعب الحقيقة فقدناهم خلال الايام الماضية وخلال مراحل الماضية ان شاء الله يكون أضافة الفريق النادي الأهلي. ونقدر إن شاء الله بإذن الله يكون انطلقتنا جيدة جدا في البطولة الأفريقية. بإذن الله زميل العزيزة كريم أحمد موفد قناة الأهلي. بشكرك شكرا جزيلا لكل هذه التوضحات. وقال لنا كلام مهم جدا بخصوص تطريب الفريق خلال الفترة اللي جاية. والكلام اللي تردد بخصوص سافيو وقلت في البداية لا فيه إصابة ولا فيه أي حاجة. لكن طبعا زم أنتم عارفين السوشيال ميديا بتحاول تقبر أي شيء. الحمد لله اللاعب سليم ما فيهوش أي حاجة. ومعدلات اللي يقل بدنية بس. والرحات ما بين التدريبات هتحصل دلوقتي خلال الفترة اللي جاية. ما بين بعض اللاعبين. لكن زي ما أكد. لا فيه إصابة ولا فيه أي حاجة.